فعلى جروحي ودمر غافي ونهب روحي نجم طافي قال الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمين من لجأ إلى حسنكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلواتي وقبر بأرض الجوزجان محلها وقبر بباخ مرى لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية القصيدة لدعب الإمام الرضا عليه السلام قعد يعدد القبور إلى أن وصل إلى الإمام الكاظم عليه السلام قبر بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلواتي قبر بكوفان وأخرى بكوفان حالية بركاتي التفت الإمام الرضا إلى دعبل قال يا دعبل أتأذن لي أن أضيف بيتا في قصيدتك قال بلى يا ابن الزهرى هذا شرف لي ولقصيدتي قال يا دعبل وقل وقبرين بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات بعد توجد قبر الأولى يا دعبل قال بلى يا ابن رسول الله عرج دعبل قبر بجنب النهر من أرض كربلا أين المنادي وحسينا أيها سيدا قبران بجنب النهر من أرض كربلا معرسهم فيها بشط فراتي قال الإمام الرضا إلى دعبل يا دعبل عرج على جدة الزهرى عرج دعبل إلى الزهرى أفاطه لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشان بشط فراتي الله عشر اشتركوا في القناة 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 يعبدون الله سبحانه وتعالى الله كما ذكرنا في الليلة الماضية الله جعل لهم العقل دون الشهوة يأمرونه ويطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه طرفة عين ابدا هذول الملائكة هاي الملائكة منين مخلوقة البعض يقولون من الريح الرأي الضعيف والرأي القول منين مخلوقات من النور الملائكة مخلوقات خلقت من النور هذا على صح الآرة واكوا ادلة في ذلك زين هاي الملائكة الصنف الاول من المخلوقات المكلفة اخوان احتيوا يا خطره اعرف منتبه لا تلعب الموبايل مثلا الذهن والذيهن كذلك زين هذا النوع الاول النوع الثاني مولانا من المخلوقات المكلفة غير الملائكة الجن الجن مخلوقات مكلفة منين مخلوقة من النار وخلقنا الجانة من مارج من نار إبليس إلا إبليس كان من الجن صح ففسق عن أمر ربه كان من الجن إبليس يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين دلالة على أن الجن منين مخلوق من النار هذول الجن مثل البشر إخواني مكلف بالعبادة ولهذا الله شي يقول ما خلقته العفية الجن والإنس إلا إذن مثل ما أن الإنسان مكلف الجن هم شنو هم مكلف بعدين الجن عنده زواج يزوجون شوان البشر يزوج الجن هم شنو مولانا هم يزوج الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الرحمن يقول لم يطمثهن يعني النساء عفية لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يعني شنو يعني مثل ما أن البشر عنده زواج الجن هم شنو عنده هم عنده زواج هاي اثنين اثلاثة عدهم مولانا مهن حرف واحد حداد واحد نجار واحد غواص واحد بنة واحد كذا الجن مو أنا أقول الله يقول يقول والشياطين كل بنائن وغواص يعني أكون بنة وأكون شنو غواص وأكون مهن إلهم بعد مولاي الجن عدهم مسلم وعدهم مسيحي وعدهم يهودي وعدهم أنواع الأديان وعدهم خير وعدهم مو خير كل شي عندهم هو يقول في سورة الجن يقول وأن من المسلمون ومن القاسطون في آية ثانية يقول ومن دون ذلك يعني أكون ناس مو صالحين دون الصالحين يعني غير صالحين وادعموا لنا إذن الجن مثل البشر كل شي عده ولهذا أنت ما دامك ما تتداحق فيه الجن ما يتداحق فيه لا تخلي راسك براسه ذاك مخلوق إلى عبادته أو إلى طريقة ذاك براسه يمشي بطريقة لا تزاحموا إياه لا تأذيه لا تحتر الطريقة مو يومي يرايح لفلان يسوي لك ويومي يرايح لفلان ترى هذا كل هباء منثورة اللي يتوكل على الله سبحانه وتعالى ما يحتاج لا فلان ولا علان ورحموا لنا كاظت الجماعة ها يفتر وراهم ورانا الوسط يقولوا شذب ومعظمهم شذب مثل واحد سيد بالرسول الله يشتغل تاكسي يقول لي شيخنا أنا خذيت مرة من بيتها خذيت مرة جارتنا وأعرفها يشتغل تاكسي هو زين وديتها قاله سيدنا افتح الصندوق يقول افتحت الصندوق يقول راح جابت جدر ما تم عيش على قولتكم زين أو خبز وكذا وسفرة صمات وهاي حقلت بالسيارة قلت أنا أكيد عدها عزيمة مكان فرحنا يقول رحنا وان وصلنا للمقبرة مقبرة يقول نزلت قالت لي سيدنا اقعد بالسيارة لا تنزل يقول هي نزلت فرشت الصمات الله خير وخلت التمن وخلت المليح وخلت الخضراء والخبوز والماء ورجعت بالسيارة قعدت محد بالمقبرة بس يقول بس احنا قال السيد امشي قلت لهم وين نمشي هاي المماعين ضلت والأكل ضل قال لها السيد قاعد يأكلون ماذا يأكلون يهو قاعد يأكل قالت هذولي قراناي من الجن قاعد يأكلون جبت لهم غدا يتغدون زين تقبل الحاكي انت هذا هذا الحاكي مو نصة شدد كله شدد زين هاي اكو بعض الناس يضحكون على عقول الناس السردج الآن فاتحين دكاكين وقاعد يصرف ملايين الملايين يصرف هذولي واذا وصل لموقف الحسين لو وصل للحسين حتى دينار ما ينطل يبخى العلي صح الأولى ومن يروح لفلان اشقد ما يقول يعطي زين ما يجوز هذا هم شرعا حرام او هم عقلا لا يجوز زين الشاهد مولانا السخن عبر راح تينابس زين هذا النوع الثاني من المخلوقات التي مكلفة النوع الأول الملائكة قلت لك والنوع الثاني النوع الثالث الأنس هذا الإنسان يرتبط بالآية الكريمة أن الله اصطفى آدم ونوحا وآله إبراهيم وآله عمران على العالمين في سورة آله عمران آية 33 هذا الإنسان الله جعل فيه قوى هس أنتم الله كل الله جعل فينا قوى هاي القوى نوعين إما جسمانية وإما روحانية لو جسمانية لو روحانية هذه الجسمانية تنقسم قسميا القوى اللي بالإنسان نوعين لو جسمانية لو روحانية هاي الجسمانية نوعين لو مدركة لو محركة لو مدركة لو محركة هذه المدركة مولانا كم نوع لو ظاهرة لو باطنة الظاغر يا ياهي الحواس الظاهرية الحواس واضح مولانا حس أنا قبل لا أقل لك شنه أشرحها القوى القوى التي عندك ليش أقل لك أنا أول حد شي قلت لك أهلاً وسلم بالسيد مولانا حياكم الله عفوا ما انتبهنا مولانا حياكم الله سيدنا أنا ليش قلت لك أول المحاضرة انتبه لي لأن إذا ضيعت رأس الخيط أتضيع الأول والتالي زين لأن أدري بيك لأن هذا شوية بيها دقة رجعاً إخواني أترجعك بس انتبه لي هذي زين قوى الإنسان القوى شرحناها المخلوقات نوعين لو مكلفة لو غير مكلفة المكلفة كم نوع ثلاث وذكرناهم شرحناها وصل للإنسان الإنسان مولانا عنده قوى هاي القوى لو جسمانية لو روحانية زين لو مادية لو معنوية القوى عند الإنسان تختلف من إنسان إلى إنسان هاي السنة كل واحد ملعدكم القوى الجسمانية ما أردت شنو مولانا تختلف واحد عينه يشوف مثلاً عشر متار 11 متر ما يشوف بعد عينه ما توصل ها نفس العين عد صاحبك هذا صاحبك يشوف عشرين متر ها نفس العين عند الثالث يشوف خمسين متر واضح مولانا القوى الجسمانية من شخص إلى شخص شنو مولانا تختلف لو ما تختلف تختلف وموكلها قصة وحدة موكلها نفس الحالم مولانا القوى الجسمانية من شخص إلى شخص تختلف هذه القوة الجسمانية تختلف عند الأنبياء وعند الأوصياء عند الأنبياء وعند الأوصياء عند آل البيت تختلف معنا هذه القوة الجسمانية اللي ذكرتها إليك مولانا أقصاها أقواها أفضلها أحسنها عدما عند الأنبياء وعند الأوصياء توجهه لأني تقول لك ليش الله اصطفاهم ليش إن الله اصطفى آدم ليش الله اصطفى آدم ونوح ليش نوح ليش آل إبراهيم ليش آل عمران ليش آل البيت ليش الله اصطفاهم؟ توجه لي لماذا؟ لأن قاعد أشرح لك أنا هاي القوى مولاي تختلف من شخص إلى شخص لكن ذروة هذه القوى مادية أو معنوية جسمانية أو روحانية عند من السير؟ عند المحصومين يعني عند الأنبياء وعند الأوصياء يعني تعال أسأل أنا وياك القوى الجسمانية نوع عندك لك لو السير مولانا محركة لو مدركة المدركة هم نوعين لو ظاهرية لو باطنية الظاهرية مثل من؟ مثل مثلا نفرض العين هس أنا عيني شوف لحد الباب بعد أكثر من الباب ما شوف لكن النبي المحصوم المحصوم بالعصمة هذا يشوف أكثر من عنده لو ما يشوف يختلف عينه وعينه تختلف هاي القوة الظاهرة اللي عنده غير القوة الظاهرة اللي عندي إذا شاء أن يرى كذلك وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم. وكذلك النور هي إبراهيمة. شنو؟ ملكوت شنو? في السماء. شنو؟ يرى ملكوت يعني هاي الملكوت ملكوت يشوفها إبراهيم قاعد يشوفها يعني شنو من عين عليها؟ والحمة لنا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما رق المنبر قال سألوني قبل أن تفقدوني وسألوني عن طرق السماء فإني أعلم بها عن طرق الارض قام لواحد. كل واحد سأل سؤال واحد قام له. قل لي يا أبا الحسن لي إليك سؤال. قل له سل قال لها أين جبرائيل تموا تقول سألوني عن طرق السماء فأني أعلم بها عن طرق الأرض قل لي وين جبرائيل أسمع حبيب قل بعين وتوجه شوفوا مقام أهل البيت يقول نظر إلى اليمين ثم نظر إلى الشمال ثم نظر إلى الأحتي لعلى ثم نظر إلى الأسفل قال لها أنت جبرائيل ورب البيت فصار نورا وعرج صار نور وعرج شعله قالوا له سيدي كيف عرفت هذا جبرائيل اش قال قال نظرت إلى المشارق شوف 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 أنا عين عليه من أشوف الطوف هذا الحيط الجدار أشوفه الإمام شي يقول نظرت إلى المشارق فلم أجده نظرت إلى المغارب فلم أجده نظرت إلى السماوات السبع الله فلم أجده نظرت إلى الأرضين فلم أجده فعرفت هذا هو جبرائيل إذن قوة الباصرة عند المعصوم شنو تكون فيه أقوى شيء أقوى درجة هاي وحدة تجي إلى مولانا العزيز السمع قوة السمع أنا أسمع من فاصلة هسا ليحتي آخر الصفة أنا وأنا 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 ما أسمع بس الإمام المعصوم والنبي المعصوم يسمع لو ما يسمع يسمع شنو الدليل آية في القرآن سليمان عليه السلام كان بالهوى على رأي بالهوى وعلى رأي لا كان في الوادي نقر القرآن أحسن بسم الله الرحمن الرحيم وحشير لي سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل جيش لجلجة وخبصة وسيوف وقعقعة خيل وصوت وخبصة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأملا ماذا كبير هالنملة؟ هالكبرة صغيرونه نملة نملة هالنملة صغيرونه وأين صايره؟ أبوادي أو سليمان خبصة خيله جيش ورجاله وصوت الهوى وصوت الطيور رأي كلها شو يقول؟ يقول فتبس مضاحكا من قولها شونه مولانا؟ سمحة أو ما سمحة؟ الجيش كله ما سمع العالم كله ما يسمع النملة سليمان شنو؟ سمحة إذن قوة السمع عندنا وعند سليمان وعند الأنبياء تختلف له ما تختلف؟ تختلف هاي اثنين أثلاثة تجي إلى مولانا الشم هس أنا أشم مثلا ريحة تجيني أشمه زين؟ بس الأنبياء أقصى درجة بالشمع عندهم ها؟ وين شنو الآية؟ عندنا آية في القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصلت العيرو يعني شنو مولانا؟ لما طلعوا طلعوا أخوة من أخوة؟ يوسف أولاد؟ يعقوب شقد فاصلتهم أيام أيام هنا هنا أيام طويلة أيام فاصلتهم من الأب شقال؟ قال إني أشمه شنو؟ ريحة يوسف بس طلعوا بس طلعوا قال أنا أشم ريحة شنو هاي؟ ريحة يشمها من مسافة أيام إذن أقصى درجة شنو عندهم؟ عند الشم عند البقية الأشياء بعد ما وصل الآية وطار الوقت زين مولانا؟ إذن أقصى درجة القوة الجسمانية الظاهرية مولانا؟ الحواس عند المحصوم هاي واحد اثنين تجي إلى الباطنية القوة الباطنية تجي إلى الحفظ قوة الحفظ الله شي يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له بسم الله الرحمن الرحيم سنقريءك فلا فلا تنسى النبي ينسى؟ ما ينسى هو الله قاعد يقول يقول فلا تنسى أنا يا أخ ننسى لو ما ننسى؟ هو ننسى ناس إحنا ننسى زين بس أقوى درجة الحفظ عند من؟ عند المحصوم تجي إلى الإمام علي عليه السلام الإمام علي شي يقول؟ يقول علمني تعالى نقول لك قبل لا أقول لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاصر عاشر الإمام علي عاصر النبي عمر النبي أربعين أشقد فاصلة النبي من الإمام علي سنن ثلاثين سنة فاصلتهم على صح الأقوال ثلاثين سنة زين أشقد عاصر عشر سنوات عمر الإمام علي وجاء الإسلام واضح مورانة؟ من عشر سنوات إلى عمر النبي ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة ضيف على عشر سنوات عمر الإمام علي أشقد يصير؟ ثلاثة وثلاثين سنة الإمام علي عاصر النبي ثلاثة وثلاثين سنة كله شي يقول؟ إيقل علّمني حبيبي رسول الله ألف باب مقالف مسألة ألف باب يعني الصلاة باب زين كون مسألة بيه الصلاة؟ آلاف مؤلفة من الأحكام، من المسألة يقول علّمني حبيبي رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب على رواية ألف وعلى رواية ألف باب الله صلت على محمد وآله 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 يعني نحسبه أنا ذاك ألف بألف بألف كم باب يشير؟ مليار يعني الرسول علم الإمام علي مليار باب باب مو مليار مسألة لا لا مليار باب الفيزياء الكيمية الطب الفلك شنو هذا؟ الفقه شنو؟ مولان مليار باب وين يلحك؟ 33 سنة له 24 سنة يحكي بدأنا الإمام علي ما يخصنا صعر ولا؟ هل سعنا بالحاوز المولانة؟ ندرس كتاب واحد زين نص الكتاب ما بخار سنة بخار سنة ما نلحك صراحة يعني وضع مولاي؟ فإذا وين يلحق النبي علم الإمام علي عليه السلام؟ هذا شنو مولانة؟ هذا قمة قمة القوى الباطنية من الحفظ والذكاء تكون عند المعصومة من جملة يا ياهو الإمام علي عليه السلام هاي شنو مولانة؟ هاي القوى شنو مولانة؟ الظاهرة يسمونها القوى المدركة عدنا قوى محركة تختلف عندنا وتختلف عند المعصوم الآن تعليق لك أنا بس هس أنت ذا يخلونك في طائرة زين؟ وتمشي في صاروك ويطيرونك بالهوى شي يصير باللحم مالك؟ يتناثر لو ما يتناثر زين؟ يتناثر هس أخير يطيرونك بسرعة الصوت يتناثر جسمك لو ما يتناثر يتناثر زين؟ الله وده إدريس عليه السلام بالفضاء وده للهوى للسماء بمن وده؟ سفينة فضائية له هايش راح؟ بقدرة الله ها؟ شي يقول؟ ورفعناه مكانا؟ عليا ياهو إدريس عيسى عليه السلام في السماء لو في الأرض؟ في السماء السعدة في السماء مولانا هذا الجو ما ضغط عليه؟ ما أذى؟ جسمه ما تناثر؟ آية اثنين الثالث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم راح إلى المعراج وقطع هاي المسافة كلها وقطع هذه السماوات بأجمعها ووصل إلى مقام قابقة وسينة أو أدنى ورجع هاي المسافة كلها بهذه السرعة الآائلة زين؟ جسمه ما يتناثر مولانا الشمس مثلاً أو ليلة أو نهارة لم يأكلهم ما تأذيهم هاي السرعة ما تأذيهم إذن أقصى قوة محركة عدماً عند المعصوم غير إحنا إحنا لو الله يطيرنا بالهواء يطيرنا بالهواء ما يظل بينا شيء بس عند المعصوم شنو مولانا تختلف ولا لا تختلف؟ تختلف واضع مولانا؟ إذن هذا بالنسبة إلى القوى الجسمانية تجي إلى القوى الروحانية مثل قابلية القابل وفاعلية الفاعل الله سبحانه وتعالى عنده أقصى درجة الفاعل هلتعرف شنوها القابلية والفاعلية؟ الفاعلية الدنيا تمطر مطر قاعين عندي القاع مئة متر وعندي قاع مئة متر بها القاع و غذرا به Antes نفس المطر نفس السمن مطرة على هلقاء هلقاء خضر بيها هلقاء ما خضر بيها هذه عدها قابلية الفاعلية موجودة ما موجودة المطر الفاعلية موجودة بس القابلية من أرض إلى أرسنه تختلف هذه عدها قابلية تخضر خضرت هذه ما عدها قابلية ما خضرت الله سبحانه وتعالى أرسل النبي الفاعلية وداها الهداية وداها أبو لهب ما قبله ما عنده قابلية بس غير أبي لهب مثلا سلمان أبو ذر مقدار أبو طالب أخوش مثال هذا الفاعلية الهداية أجت لأبي طالب وأجت المن لأبي لهب أخوان لهم أخوان القابلية عد هذا والقابلية عد هذا أبو لهب تبت يده شنو عنده قابلية الفاعلية نقص الفاعلية نقصت الفاعلية ما نقصت بس هذا ما عنده قابلية أبو طالب عنده قابلية فأقصى درجة الفاعلية الله ممديها فاعلية الفاعل عند الله أقصى درجة عند الله أقصى درجة الفاعلية عند المحصوم أنتم شوفوا كل واحد بكم هذا قاعد أحكي لكم كل واحد بقدر قابليته يأخذ أنا أقرأ قرآن أنت تقرأ قرآن ألف واحد يقرأ قرآن كل من بقدر قابليته يأخذ منهم من القرآن صحيح ولا الآن فاعلية الله مية بالمية لكن القابلية عند الناس واحد طبعا لا مثل ما أن الإيمان مواحد كذلك أقصى درجة القابلية السير عند من؟ عند المحصوم عند النبي أو الوصي إذن الله سبحانه وتعالى اختارهم إن الله سبحانه وتعالى اصطفاءهم اجتباءهم زياد جاب هؤلاء الأنبياء والأوصياء زياد هسا نبدأ بالآية أخواني أظن ما نلحق نفسر الآية هيت شوية مقتطفات من العدو لو نخليها الباشل لو بعد ما نفسرها بعد زياد نشوف نكمل بعد هنا الله سبحانه وتعالى اختارهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدمه ونوحا وآله إبراهيمه وآله عمرانه على العالمين إذن الله اصطفاهم ليش اصطفاهم لأن القابلية اللي عندهم لأن القوى الجسمانية اللي عندهم الله زودهم وهذا شي طبيعي ترى لا سواعد يقول ليش ما لهم فضل ليش الله زودهم ليش أنا ما يزودني زياد أصلا هي حتى المجتمع عسى مجتمعاتنا زياد القابلية تختلف من واحد الواحد لو لا هسا جسمك جسمك شوف بعض الأماكن من الجسم بعض أماكن الجلد ناعمة صح لولا مثل الشفع بعض أماكن الجسم شي يصير خشنة مثل الكعب الرجل صح لولا إذا على أساس كعب الرجل الله خليه بالشفع شي يصير ما يسب توازن صح لولا زياد هذا الخلاف الاختلاف كون موجود لولا الآن إذا كل الجسم عنده نعومة مثلا ولا طافة شبكية العين ما يسير إذا كل الجسم عنده صلابة عظم الساق ما يسير لازم أكون تفاوت لو لا لازم أكون تفاوت الله مخلي عقل العقل بشكل الشبكية بشكل العظم بشكل هذا صلب هذا ناعم ذاك لطيف هذا مفكر هذا سريع لحركة واضح مولانا حتى جسمك بي شنو بيتمايز أو بيتفاضل صحيح؟ إذن المجتمع هم بيتفاضل وتمايز هم بيتفاضل وبيتمايز أفضل وأحسن زين البشر ياهم المحسومين هذا حبيبين ولهذا الله اصطفاهم شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآله إبراهيم وآله عمران ليش اصطفى آدم ليش ذكر آدم لعدة أسباب آدم ذكره بالأول لعدة أسباب السبب الأول آدم ذكره لأن آدم أبو البشر السبب الأول أنه أبو البشر السبب الثاني أوله الأنبياء السبب الثالث أول خليفة أني جاعل في الأرض خليفة ثلاثة أربعة معلم الملائكة معلم الملائكة ياهو أشعر آدم حسب القرآن قلنا بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم إذن معلم الملائكة ياهو آدم هاي أربعة الخامس مسجود الملائكة زين الملائكة سجدت لآدم عليه السلام طبعا الكعبة كان آدم الكعبة كان آدم ولا أنا أسجد مو أسجد للكعبة مو إلهة السجود بالأصل لمن لله بس هي كعبة هي اتجاه بس ورحمة ورحمة آدم كان اتجاه كان قبلة بس كان كعبة بس وإلا السجود كان إكراما وتعظيما لمحمد وآل محمد ولهذا اختار آدم أول شيء أول شيء اسم آدم عليه السلام زين وبعد النوح إن الله اصطفى آدم ونوحا نوحا أبو البشر الثاني نوح عليه السلام وأول أنبياء وللعزم ولهذا الله خص بالذكر هاي اثنين وآل إبراهيم وآل إبراهيم إبراهيم يشكل ماذا؟ يشكل إسحاق وإسماعيل أو تشبيرا ذكره إسماعيل وإسحاق النبوة انقطعت من إسماعيل بدأت من إسحاق إسحاق سار يعقوب يعقوب سار يوسف وهم المجرة سارت أنبياء بني إسرائيل من إسحاق من إسماعيل ما كوا نبي ولا واحد إلا واحد إلا واحد من نسل إسماعيل ما عدنا نبي إلا رجل واحد وهو سيدهم وأفضلهم بس ردعالي إن شاء الله محمد المصطفى الباقي من إسحاق فلما ذكر آل إبراهيم شمل كل الأنبياء اللي من إسحاق اللي هم أنبياء بني إسرائيل واللي من إسماعيل وهذا حبيبي زياد وآل إبراهيم وآل عمران هذا عمران ياهو ها إحنا عمران بالتاريخ عدتنيا ترى عمران بالتاريخ عدتنيا عدنا موسى ابن عمران وعدنا بعد ياهو عفية مريم بنت عمران هذا آل عمران ياهو أبو مريم لأبو موسى ها شو بلل الآراء أولا أصح الآراء أنه أب لمريم مريم بنت عمران هذا عمران أبو موسى أبو موسى عمران أبو موسى أبو مريم أبو مريم أبو موسى أبو موسى أبو موسى بين هذا عمران بين العمرانين عفوا بين هذا عمران وهذا عمران فاصلتهم 1800 سنة فاصلتهم هواي هذا عمران أبو موسى قديم جدا وهذا عمران أبو مريم جديد من بعد فاصلتهم 1800 سنة فهذه الآية وآلة عمران تشير لمن تشير لعمران أبو مريم يعني إشارة إلى مريم وعيسى عليه السلام ليش ليش مريم لأن الآيات اللي قبل هاي الآية هاي سورة آلة عمران 33 الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها كلها تتكلم عن مريم وعن ابنيها يعني عن عيسى عليه السلام ورحموا لنا بعدين تعال ما عدنا آية في القرآن ذكرت اسم عمران أبو موسى ما عدنا قال موسى ابن عمران بس قال مريم بنت عمران نعم ذاكر بس بالنسبة لعمران أبو موسى الله صراحة بالقرآن ما ذاكره بس ذاكر عمران أبو مريم فأصح الآرة قاله قاله وقاله عمران عمران أبو من هذا أبو مريم أبو موسى عليه السلام خاطر يشير إلى مريم ويشير إلى عيسى عليه السلام زل على العالمين وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين كافي بس بعد اللي هنا مولان لأنه أخاف طبا أدخل في عصمة آل البي سلام الله عليهم راح تأخذ عندنا وقت هواي والوقت كلش ضاق جزاكم الله خير جزا لكن بالجايات راح نشرحها إن شاء الله نشرحها ونكملها ونشوف كيفية الاستنتاج من هذه الآية لعصمتي وعظمتي آل البي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بربط هذه الآية بآيات أخر إن شاء الله صل على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات الله صل على محمد وآل محمد ولهذا المعصوم الله سبحانه وتعالى ماذا أعطى المعصوم أعطى ولاية تكوينية وولاية شنو تشريعية الولاية التشريعية أخو واضحة بعد يشر الولاية التكوينية يقول للشي كن فيكون زين لما كن فيكون ليش الإمام الحسين لا يستخدم الولاية التشريعية يعني مكربل الإمام الحسين سلام الله عليه يجي بمجرد أن يأمر أن تنشق الأرض أن يأمر الأرض أن تنشق أو تسيخ بهم وتبلحم كلهم بلحظة وحدة صحيح ولا كن فيكون استطاع الحسين عليه السلام أن يأمر السماء أن تنطر عليهم حمامه قدر له ما قدر قدر الإمام دعاء مستجاب إمام معصوم افترض الله طاعته وعلى العالمين لكن الحسين شنو شاء الله أن يراك قتيلة وشاء الله أن يرى نسائك سغاية إن لك مقام عند الله يا حسين لا تناله إلا بالشهادة فيه يعني بالله يعني عليك هذا الحسين ما مقتول في كربلة نفرض ما مقتول الحسين في كربلة إيش قدر يدي يعيش من بعده سنة سنتين خمسة عشر سنوات يعيش عشرين سنة يعيش بس يحصل هذا الذكر الخالد يحصل هذه الدمعة الآن في كل مجلس بالعالم نبدأ بالحسين ونختم بالحسين ناس قاعدت تنطل الحسين شنو مولاي الصدر للحسين الرأس للحسين المناحر للحسين الأولاد للحسين المال للحسين كل شيء نفديه المن للحسين ليش؟ لأنه ضحى بكل شيء فلابد أن نضحي له كل شيء لا يغلو عليه شيء أنا أبخل بدمي أبخل بصدري أبخل بمالي أبخل بنفسي أبخل بوقتي للحسين لا والله هذا الحسين وارد المنوني وهالليلة ليلة رابع وانتعرفون نقرأ إلى باب من أبواب والحواج معروف وإحنا جاينا ننطق هذا الباب وعدنا حاجة وعدنا مريض ترى أخوكم وعزيزكم والآن تحت العملية أدعوه لعدنان جزاكم الله خير الجزاء واللي وصلنا بالدعاء كل شيء وإحنا جاينا ننطق باب سيدتي يا مولاتي هناك لما رجعت السبايا إلى المدينة المنورة أي الليلة ليلته رجعت السبايا إلى المدينة المنورة ودخل الزينب في دار الحسين بالله خلنا نجرب دمعتكم وغلوبكم إن شاء الله هنا يقول الإمام الصادق يقول جربوا شيعتنا 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 من قال يا حسين فدمعت عينه أو خشأ قلبه من علائم الشيعة إذا ذكر الحسين تترقرق عينه بالدمع أو يخشأ قلبه للحسين عليه السلام قلبه يتهيأ وعينه تسخل تحترق أخواني للدموع تتهيأ للدمع دخله زينب ودخلت زينب في دار الحسين زينب والرباب والسبايا عند زينب الحوراء سلام الله عليها خل الجارية بالباب زينب سلام الله عليها قالت للجارية لا تدخل علينا إلا صاحبة مصاب العدها مصيبة تدخل علينا الماعدة مصيبة لا تدخل علينا اللي عندها شهيد في كربة لا تدخل علينا الماعدة شهيد لا تدخل علينا بينما أن في تلك الحالة في حال بكاء وعويل وإذا بالباب يطرق طريق الباب راحت الجارية فكت الباب عرفتها له لا شافت إيه أحسنت المولاي شافت امرأة محدودة بات الظهر هذا شهر البكاء أنا ما رد أقرأ لك أنا بس أذكرك أنا اللي عليه بس أذكرك أنت الحسيني باتشيك أنا مو شغلتي أباتشيك لا هو اسم الحسيني باتشيك عظم المصابي باتشيك يقول شافت امرأة محدودة بات الظهر نحيلة نحيفة معصب الراس على متنها طفل رضيع سيدتي زينب رجعت من سبيها أم لا قالت بلى من أنت عند شهيد الكربلة عدش مصابة قلها منه بالبيت منه بالباب وقفة يقول بكت هذه المرأة أقول لها من قالت قل لي يلحق لي يلحم عباس بالباب حاضر قلبكي والله ها هي ها هي ها هي يا زهرة أنت عيني وشوفها الدموع وهل قلوبها يم يا يم يم قل لي يلحم عباس بالباب وعجدت بكي لفقد الأحباب ها دخلت أم البنين على الحرائي زينب لكنها لم تعرف الحورة زينب مرت من زينب سلام الله عليها وإذا بزينب وقفت صاحت واخا وياه وياه وعباس ردت عليها أم البنين وولداه وحسين جلست أم البنين عند الحرائي زينب يم لما نبه الحال شفتك تعديتك يا يم وما عرفتك سامحيني يا يم سامحيني ما عرفتك ها يم ما ما عرفتك ايش سوت فيك يا زينب سفرتك ايش لاين على خوتك كانت وقفتك الله هذا هذا البيت ترح قربك قال ما تنظر البنين تنظر في وجوه النساء البنات يمين والشمال اتدور على بنت عرفتها الأولاد عندك ابنية ثلاث سنوات الأولاد ها ايو والله ايو والله ترى ما قري ما جاي باسمها بس انت قاعد تبشي الآن ها عرفتها نظرة يمين وشمال ايقول ما وجدتها عزيزة الحسين رجعت الى زينب شا تقلها يقلها يما أشور أشور قيم أشفت بالعافية عليكم الله يما أشور رقيا ما شفتها خافوا يا البنات معرفت لنزي يا نب لنزي يا نب بعبر جاوبتها أنا بالشام يا يما ادخنت يا والدي والله قضي ما يرى نصير من زغريتي أثاري أثاري العبو يا نازخي ما يرى يفيع الأولاد وحريم هذه زينب أنت زينب يا بنت أمير المؤمنين ماذا جرى عليك يا زينب تسألها أم البنين صحة أنا مشيت أنا مشيا يا يا الدرب لما مشيت وياها وياها مشيت يا وذباح خير أفقي من قلة الوال نخات أنهجت والدي والكاوس لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بنيوث العرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله بلخص من قصدناهم بالدعاء من على مرضاهم بالشفاء العاجل بعليل كربلازين العابدين يا الله اللهم الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره اقضي حوائجهم بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله اللهم عجل في فرجه مولانا صاحب العصر والزمان وإلى شرف النبي والأئمة الطاغرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الفاتحة مع الصلوات موسيقى موسيقى موسيقى